اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من فقرة قراءة في الصحافة الألمانية من برلين بشركة بين ميديا ومؤسسة دوتش فيلا نبدأ الفقرة بموقع دوتش فيلا وحزمة التحفيز التي صادق عليه التحالف الحكومي الألماني لدعم الاقتصاد في مواجهة تدعيات وباء كورونا ويهدف الدعم الذي تصل قيمته إلى 130 مليار يورو إلى مساعدة البلديات المتضررة وتعويض خسائر إيرادات الضرائب التجارية ودعم الرقم ونقرأ في إحدى الوقالات اتفق القادة التحالف الحكومي على دعم القدرة الشرائية من خلال خفض الضريبة على القيمة المضافة من 19 إلى 16% إضافة إلى ذلك ستمنح الحكومة الألمانية مبلغ 300 يورو لكل طفل ورغم أن هذه الحزمة الجديدة لا تساهم في دعم التعليم المعاصري والرقمي لكنها تبقى خطوة جيدة قبل عام من نهاية آخر ولاية أنجيلا ميركل في منصب المستشارية وإلى صحيفة دوتش التي ألقت الضوء على موضوع تحدي انتشار الأخبار الزائفة في ظل جائحة كورونا ويريد الاتحاد الأوروبي فرض آليات جديدة لمرقبة انتشار الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة على موقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك ويوتيوب وكتبت الصحيفة تقول وفقا لمدير السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فإن وباء كورونا ليس الفيروس الوحيد الذي يسبب المشاكل للأوروبيين بل أيضا حملات التضليل ولهذا السبب تريد بروكسل مستقبلا دفع منصات الانترنت كفيسبوك ويوتيوب لتقديم تقارير مفصلة مرة في الشار حول التدابر التي تقوم بها من أجل وقف تداول المعلومات الخاطئة والمضللة على صفحاتها أما صحيفة ديت سايت فكتبت عن تنامي مشاعر العنصرية والتمييز والإقصاء في عدد من الدول الأوروبية سواء تعلق الأمر بالجنس أو العرق أو الدين أو اللون ازدادت عدد الحالات التي تم التبليغ عنها داخل الاتحاد الأوروبي يأتي ذلك بينما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص ضد العنصرية في عدد من العواصم والمدن الأوروبية وكتبت الصحيفة تقول هل نجد أنه من الطبيعي أن تعمل امرأة تركية الأصل في مجال التنظيف مثلا وهل نتعجب لما تعمل كقاضية نحن نفترض بشكل تلقائي أن أولئك الذين نعتبرهم أجانب يعملون في مجال جمع القمامة أو في المطاعم ولكن لماذا نصاب بنوع من الإضطراب عندما نلتقي بأحد الأجانب كطبيب رئيسي داخل مستشفى أو كمسؤول في الجيش إذا كنا فعلا نستغرب من ذلك فيجب علينا إعادة النظر في تلك الصور لأنها شكل من أشكال العنصرية التي تدمر ضحاياها ونختم الفقرة بتاكست سايتونغ وكشف ألمانيا عن خطتها المستقبلية في مجال الطاقة وستعتمد هذه الخطة على مصادر الطاقة المتجددة كالهيدروجين الخالي من ثاني أكسيد الكربون وفي هذا الصدد اختارت ألمانيا المغرب كأول بلد توقع معه اتفاقية شراكة في المجال وكتبت الصحيفة تقول خصصت حزمة التحفيز الحكومية سبعة مليارات يورو للصناعات المحلية واثنين مليار يورو للمشاريع في الخارج وتنص الاستراتيجية أيضا على ضرورة استيراد كميات كبيرة تصل إلى تمانين بالمئة من الطلب الألماني حتى عام الفين وخمسين إما من دول الاتحاد الأوروبي أو من شمال إفريقيا وفي هذا الإطار جاء توقيع وزير التنمية والتعاون الألماني جيرد مولار لمشروع تجريبي مع المغرب لإنشاء أول مصنع للهيدروجين في القارة الإفريقية وصلنا إلى نهاية الفقرة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء الأحد القادم شكرا